السلام عليكم الخوز تحليل مباراة تيلسي و تشسترفيلد وتقييم اداء حكيم زياش في المقابلة اليوم اللي صارحة كان اداء باهر صارحة بزوين كثير من حكيم زياش بلما نطبع عليكم الاخوان ندرك تفاصيل المباراة فارق تيلسي اليوم دروح حتى تغير ودخل بالخطة دربعة جوج تلاتة واحد لاعبين كان في حرص المربع الحارس جديد اريزا بالاقا في حط دفاع سيمونس كريستنسن صار ساون نيجيز باركلي لوفتوس تشيك و بولي زيت و حكيم زياش و هودسون اوضوي و تيمو فرنان في بداية المقابلة اخوان شاهدنا واحد ضغط كبير داشو تيلسي على تيسترفيلد لما قدروا يتحملوه او يدروا الاغلاط بزاف ومنذ الاغلاط الصغلاء الحكيم زياش اعطوا واحد الاساسيس لتيمو فرنان من نحبي الهدف الاول والسامر الضغط دلتيس يحتاج الهدف ثاني كذلك من هودسون اوضوي الهدف الثاني مباشرة من نسجل الهدف الثاني عن طريق لوكاكو ولكن المعطة لم يكملت شكا كريستنسن اضاف الهدف الرابع الفارق تيسي سالة المعطة لولب اربعة لي صفر لصالح البلود حكيم زياش تضيع لوكاكو ستارح و فيرنان خاص يخرج على الاقل واحد الاساسيسيات فضل مات شادة ستضيعوه بزاف ما كماركوش فحط له اساسيسيات حلاوة بدل بيت ولكن يضيعوهم للأسر الميطة الثانية لم يكن احتشي تغيير تيسي ضغطة و لاعبة كورة على تيسترفيلد يجل الهدف الخامس لم يكن احتشى الردات في علمان طارف تيسترفيلد صراحة تيسي كانت لعبة عليهم كورة في الموت حكيم زياش صراحة الاخوان دارمات يزوين صراحة واختت قيمة 7.5 نكمل لكم الاخوان مع الميطة الثانية كما قلت لكم السمر الضغط للتيسي ولو تيسترفيلد مقاسوش كورة صراحة في الميطة الثانية او الميطة الأولى تيسي قدمت واحد من افضل اداءات ديالة في الموسمة يمنى الاخوان اللي موحى حكيم زياش توجه واحد اللي صارحة لتومس طوخين رق سلشات الموهبة في الدكة كوية خصف قديمة دخل صراحة رق خالق الفارق بزيف للاك فرشوف الماتش الاخوان ستحرفوا انه خالق الفارق بزيف خط الواسط يقوم بجميع الادوار ارتكاز صاني ألعاب خط هجوم جانا اي حاجة تحط في حكيم زياش كذبان فارص نتمنى الصراحة من طوماس طوخين يدر عقله يبقى يدخل لنا زياش ديالة في الاساسية ربي اللي ده بجمعاتش بفهمش الاخوان طوخيش نو كيقولي راس وكيشوف السيد لها بجمعاتش وديم خارج منه بطوب رب الزف ان كيسحب لنا زياش ما عنده سفرش ذوي لكن لابا بالينا بان طوماس طوخين عنصري نتمنى الصراحة يدر عقله يبقى يدخل لنا زياش في المقابلات المجاة ان شاء الله هذا ما كان يا اخوان في الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة